نتكلم عن.. إحنا فيه ثلاث حاجات قلنا قلنا الألياف قلنا الفيتامينات والأملاح المعدنية على خاص الحاجات هذه طبعا هلما يتحاجين في كل نقطة من النقطة بما ناخد الفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف من خلال طبق الصلة الخماس الألوان ما هو طبق الصلة الخماس الألوان؟ متى الدكتور رحمد دهشان دهشان ده بشكل بسيط يعني أي حد كذا بنقولون طبق الصلة ده بياه خامس ألوان رئيسية تتكلم عن اللون الأخضر زي.. الخص الجرجير الكرفس البروكلي الشبت بقدونس الفج الرجلة الكابوتش الملفوف يعني ايه حاجة نتكلم ان نحن نستطيع اللون الاخضر بخضروات انت كنت خضروات الخضراء يا يمر crispًا. نتكلم مثلا ولكنا عاللون الأحمر زي البانجر او الشماندر طبعا ابانجر الشماند نقوم بحلقة تانية لواحده وكذا نتكلم عن الفوائد الصحية الموجودة فيه نتكلم عن اللون الأصفر زي اللومون او الفلفل الأصفر نتكلم عن اللون البرتقالي زي الجزر نتكلم عن اللون الانسيناء اللون الابيض اللي هو التوم والبصر لو احنا قدرنا ان احنا نعمل طبق سلطة خماس الالوان بيحتوي على كل هذه العناصر يبقى احنا ضمننا ان احنا ناخد الفيتامينات اللي احنا محتاجينها ناخد الاملاح المعدنية اللي احنا محتاجينها هناخد ايه تاني؟ هناخد الالياف اللي احنا محتاجينها وبالتالي نحس بالشبع